السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معكم موضوع اسباب الاباحة. تكلمنا عن حق حق النقد او النقد المباح. وتكلمنا عن حق نشط الاخبار وقلنا ان هؤلاء السببين يبيحن الفعل غير مشروع. ويصبح من حق. ويصبح من حق ان تنشر الفعل المجرم. ويسفيد منه كل من شارك بالجريمة لانه لم تعد جريمة. والآن سنتكلم عن اخر المواطية. وفي اسباب البحر وهو الطعن. تعمال الموظف العام او من في حكمه. هذا اخر سبب من الاسباب التي تريح الفعل المجرم. بنقول المادة مية واحتسعين في القانون مطبك في غطاء غزة. نصف على تجريب عقاب من يقوم بدم. يعني خدف مجلس الامة واحدة اعضاء اثناء عمله. او بسبب ما اجراه بحكم عمله او واحدة الهيات الرسمية. او المحاكم او الادرات العامة او الجيش. الاخره. ولكن اذا طلب الدام اخدوا بالكم. يعني الخادف او المشهد. ان يسمح له باتباهة صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه. فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف. او يكون جريمة يستلزم العقاب. فاذا كان الدم يتعلق. الدم يتعلق واجبات الوظيفة فقط. فاتبت صحته. براء الدم. براء الدم. براء. والزم او. هنا في غلقس المادنة. فاتبت صحته فبراء. براءة. طيب. انا مصحة بعدين. اا الشرح احنا شرحها. مصحة شرحها الحين. ممنوعة بداية المادة مية واحدة تسعين. بقول لك ممنوع. تطعن او تشهر في كل اللي ذكرناهم. كل واحد بيحمل صفة امية او مواطعة. لكن. الفقرة واحد مئتين تسعين. بتقول يا اا يسمح لك. لكن في حالة تانية. لو انت طلبة تانية يسمح لك. ان تثبت صحت ما ما طعنت فيه. ضد الموظف العام او ضد. من تكر. مسموح لك لكن. لو انت طعنت في وظيفته في عمله. طعنت فيه بشكل شخصي قلت عنه احمر قلت عنه الكلب قلت عنه حرامي قلت عنه مرتشف. بدون ما تحكي عن واقعة. قلنا شايفين شرط الواقعة لحكينا عنه. حق النقل. قول من تذكر الواقعة يبقى انت تخش في جريمة القدف او السب. فبنفعت. ما وقت يش يسمحوا لك. انك تثبت. يعني هم بقولك. اعمل بالدكية. يعني هاي المعنى لكن تثبت صحت كلامك. نقلين بالكم. طيب. اذا كان وضوع الدم جريمة وجرت ملاحقة. ذلك موظف ودبت ان الدم قضعت ذلك وهو يعلم برات الموظف المتكون انخلب الدم مفترة. لكن لو انت. عارف. انه الراجل او الموظف غالبان ومش عامل حاجة. وكتبت هذا الطعن اللي انت كتبت وقلت اشيء بالنقلب عليك. وبتحول الدم افتراع وجبة العمل بحكام المواد القانونية المختصة بالافتراع يعني المختصة بالدم والقضح. يعني انت معاقد. طيب يتضح من نسوء من سيغة النص من المشرح اختصر الاباح في دبريد دم الموظف. دم على الموظف ماذا كان الجاني ما عزاه ما عزاه اليه متعلقا مواجبات وظيفته. دون امتداد هذه الاباحة يعني اعطاك الاباحة بس لو انت بتتكلم على الوظيفة. يعني على الوظيفة يعني على عمله يعني واحد بيشخل في الصحة. مختص عن توريد الادوية. عن صرف الادوية. واحد مسلا بيشخل في الزراعة. واحد بيشخل في البيئة. وعامل مسلا مشروع لتنظيف البلد من مشاكل وغشف الموضوع وخشف المواصفات وسرج واستغل الموضوع. احكي في الموضوع. لكن بعتكاش الحاج انك تحكي عنه بشكل شخص دو ما يكون فيه حدث او واقع. هاي اللي بيقول ايه. يعني تروح تحكي عنه والله انا مش عاجبني الوزير اللي فلاني. اه لانه مسلا شكله مش مزبوط وبطلع مع بناته وبطلع معه. طب انت من وين جايب الكلام هانا? تزبطش. الغلول مصنصة هو عدالك في اعمال موظف عام او شخص دول صفة نيابية عامة او مكلفة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصلها بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال وظيفة او النيابة العامة والخدمة العامة بشرطا يثبت مرتكب الجريبة حقيقة فعل اسنده اليه ولسلطة التحقيق او المحكمة بحسب الاحوال ان تامر. بلزام اجهات الادريب تخديم ما لديها من الاوراق هذي اضافة جديدة لعلمكم ما كانتش موجود هذي مع تعديل وهذا لصالح الصحفي. ما كانتش موجودة في القانون الخديم المصر لكن تم تعديلها هيا بعطيكو بقى ضرار فيها الثاني. بس نضمطة ثانية. ولا صلتة التحقيق او المحكمة بحسب الاحوال ان تامر بالزام الجهات الاداريب تخديمها لديها من اوراق ومستندات معززة لما يخدمه المنتهم من ادلة الاتباية حقيقة ذلك الافعال. يعني مثلا زي المادة تاعت الخنون الاقصوبات الاردني سمحت اذاك بس اا اا تشهر وتطعن وتحكي وتحكي البدك اياه وتستخدم العبارة في موضوع اا عمله اا في موضوع اقام فيه الموضس بسبب وظيفته. يعني واحد مسلا قلنا لكم وكيل وزارة الصحة مكلف مسايم المستشفى ولا تحكي في الموضوحة. لكن يا تقولنا عليه انه يتبت. الحين تخفيف الموضوحة بأنه الاتبات بيكون صعب احيانا يعني الصحب المرام بالحق حاله. وبكون معا يعني حق في الموضوع. لكن في الاتبات احيانا يعني بتصير مهمة الاتبات صعبة. فهنا اا تم اضافة شغلة كويسة انه قال هذا كان مش موجود وفي الخنون العقوبات في الضف مش موجود. لكن في القانون الجديد المصري بعد التورة اضاف الكلمات انه الجهات اللي داري يعني النيابة الوزارة انه القضاء امر انه هي تجد كل ما لديها من اوراق ممكن تساعد الصحفي في اتبات صحية كلامه. مسلا لو عندهم رقمين يخبهاش. النيابة وصلة معلومات ما تخبهاش تساعده. يعني هو الموظف هو الصحفي جانب العمل هو ما فيش فيه بينه بين الوزير او الوكيل وزارة او الموظف افتغاءا. هو عشان مصلحة البلد عشان ايك احنا لازم نستاعده. فكانت خطو كويسة والصحفين رحبوا فيها في مصر. كنا الهدف ايضا انه البلد او الدولة تقدر يعني انت لما الصحفة بكشف فسادة دون الناس البلد برضو او الدولة تقدر تستطيع تقديم الموظفة ومن في حكمه عن الخلل وتعالج الخلل في البلد هذا ما احد فيه قطاع غزة قد تشابه مع الموظف المصري حيث اباحة تبرير وقادت في اعمال الموظف العام في فين هنالقانون ايام الانجليز وباحة الانجليزة بتاع ان الموظف السياسي كان كثير من يهفت شأن الداخلي بس ابدع الموضوع الاحتلال والحكم الانجليزة اه وهذا المواد كلها اخد فيها القانون النوردني وهذا اه سياقها انجليزية اللي احنا ملكها فيها في القانون المضبق في غزة فبقول لك اذا كانت المادة المشورة عبارة عن ابداء رأي بسلام اثنية حول سلوك شخص يشغل وظيفة غضايا او رسمية او اية وظيفة عمية اخرى وتعلق باخلاقة شخصية بقدر ما يظهر اطر ذلك في سلوكه دا في سلوكه دا يعني حتى في سلوكه. احكي البدكية سمحت الحكي بكل حاجة. اذا كانت المادة المشورة عبارة عن ابداء رأي مثل العام الثنية فيما يتعلق بسلوك الشخص فيه مسألة هي مسألة عمية او باخلاقه الشخصية. لقدر ما يظهر اطرها في ذلك السلوك. الواضح ان الفقر الاخير كان مقصود منه هم المكلفين بخدمة عامة مثل ذلك كالخبير في دعوة منظورة عن الخضاء او الحارس القضايا او المصاد في القضايا. المقصود في العبارة هادي ايش يعني. هو سمح لك تحكي في اي قضية عامة. هو سمح لك في الموظف العام. وكمان المكلفين بخدمة عامة. مين المكلف بخدمة عامة. يعني مثلا. كانت قضية مثلا منظورة امام القضاء عن الانترنت. القضاء مثلا معرفش في الانترنت. او قضية الى علاقة في المحاسن. فبروح بجيبه خبير يفسر في الموضوع. الحين الخبير هذا باخد حكم الموظف العام. لانه مين جابته المحكمة. فانت من حاجك كمان تطعن فيه. في المتوكة. او حارس قضايا او مصف قضايا جميلة مصف في صف في الترك بين الناس. فمن حاجك تطعن فيه. او اي شخص عهدت الدولة بموضوع عام. لو كون الدولة عهدت لها في مشروع عام او في خدمة عامة او في اي شغل بصير هذا زي الموظف العام. يعني زي مثلا. اي شركات النظافة. استعانت الحكوم من شركة نظافة. لو انت طعنت فيهم فموظفينهم هدولة صاروا موظف عام. حكم موظف عام. لو لان الحكومة هي الاستعانت فيهم. حتى لو جاموا بهذا العام بمكافأ او بتول. كون الحكومة استعانت فيهم فاخدوا حكم الموظف العام فمن حاجك تطعن فيهم كما طعنت او كما يجوز الطعن في الموظف العام. اه هذا دليل انه المشاركة اه شديد الحر صعب في المسال العمية. في اه بش اه والدليل استخدامه في اي مسالة عمومية. يقول انت من حاجك تحيط تحكي في اي مسال عمي. لانه اي مسال عمي بتهم من نقص. اه نشوف علة باحة الطعن في عمال الموظف العام. ليش يعني? اه رغم ان يخلون وضعته الدولة. واجازة الطعن في موظفينها. طب ايش العل من الموضوع? ايش السبب يعني? علة اللي باحة انه الموظف العام وخذلك ذات الصفة النيابية العامة والمكلف الخدمة. ما يخمون باعمال ذاتها بني اجتماعي كبيرة. اذ هي في صميمها ممارسة لاختصاص الدولة في ميادين العديد المتنوعة. والمجتمع مصلحة جوهرية في ان تؤدي هذه الاعمال على وجه القانون السليم. ولذلك من يساعد في الكشف عن حلل اصابة دي الاعمال. يكون خدمة اجتماعية هامة. وذلك لان الكشف عن اللي نحرفات. والعيوب يطيح للدولة مواجهة خطر او تفادي ده ده درغ يحتمل ان ينال المجتمع من جراء ذلك الخلن. فالسبب واضح انه انا حافظ على البلد. واللي جام بالكشف. اه جدم خدمة لباس. فانا لازم اجف معاه وما ما عقبوش ما الابري. هاي السبب. السبب انا بتحافظ على مصلحة الناس ومدي احافظ على مصالح الدولة. فانا معت المجلة اي واحد يكشف لعن عيوب الوظف العام. لانه انا بديش واحد حرامي ونصاب وواحد ممتشأ انا بدي اقضى عليه. كما من ناحية تانية يتيح لها تقديم الموظف المسؤول عن هذا الخلل كي لا يعود اليها او لا يقلده احد. انا بيعاجب الموظف الكل بخاف بالتزم في شغله. وملا تنشي صح. وقد ضرع المشرع بالقوانين مضكون ان تحقيق المسأل المسأل الاجتماعية. وادا كنت نكرت اهم اه لما قلنا بترجيح المسأل. اهم من شرف واعتبار الموظف. الذي ناله الفعل. انا ادق عشان مصلحة البلد اه احكي البدكية عن الموظف. قد هو ان القيم الاجتماعي لشرفه قد خبطت بالنظر الى علاقته بالعمل الذي شابه الخلل. انه اصلا هو مضلوش الشرف كونه انحرف. وقد اوضحت المحكمة. المحكمة المصيفة عن احكامه بان العلا في بحض نقض الموظفين العوميين. انما هو الرغبة في اكتشاف ما استطره. وخفية من اعماله مضارة بالمصلح العامة. توصلا محاكمتهم وتطهير المصالح من شروههم. اذا كان الموظف قد سبقت محاكمته. سبقت محاكمته. ومره يعودين فقد حصل الغرض الذي من اجله شرعت. يعني بعد الطعان ولم يعد المصحى العام مثال اداة في عادة الماضي. الا اذا وجدت دواية السدع ذلك النوما لاجي المصحى الحامة طيب الان. بدنا نتكلم عن شروط البحر. زي ما حكينا في حق النقد وحق نشر الاخبار ما هي مش تائمة فيه شروط للموضوع. طيب اول شرط ان يكون المدموم او المخضوف موظفعة. ان يكون الدم تعلقا بواجباته الوظيفية فخرة. اتباد صحة ما عزاء المتهم. المتهم الى الموظف العام بتكتبت صحة كلامه. طيب. فيه شرط اضافي. الخانون المصري والمطبخ باز حطوا شرط الحنونية. في الخانون الاردين من حط الشرط الحفظ المنية وهذا انا حتلكوا على الجضية. هادي لما انا اه كتابة مذكر على واحد طلبها مني كان طلبين انه ست مليون دولار تعويض لانه شوه واحد واتهمهم بالعمالة. اه 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 وجونا كان اه السبب او الشرط الوحيد ممكن ان بريه شرط حسنية. فالقانون اللي قبضي مش ذاكر شرط حسنية. انا بقول هاني جاعد بقول الغانون مطبق في غزة. القانون مصري. حط كمان شرط حسنية. القانون الاردين ما حطش. لكن احنا كيف برنا? وان القانون الارديني كل المواد هادي اخدها من القانون ايه? القانون المطبق في غزة. ومن سياقة القانون ومن العبارات الموجودة. قلنا انه الخانون حكينا سهيك يعني. انه لا بوقت شرط حسنية. لكن ما نصش بشكل صريح نص بشكل ضمني عليها. والحمد الله تم طبراته من الموقوع. خلينا نجي نشرحن واحد واحدا. قلنا عشان تستفيد من الاباحة. لازم اول شرط ان يكون المدموم موظفا عاما. اه اه عرفت المادة نشوف مين هو الموظف العام. في الضف الغربية انه كل موظف عام في السلك الاداري او الخضايا وكل ضابط من ضباط السلطة المزانية او العسكرية او فرد من افرادها. وكل عامل او مستخدم في الدولة او في دارة عاملة. هذا هو الموظف العام. خطاع غزة يقصد بعبارة الموظف في الخطبة العامة او الموظف عموك. كل شخص يشغل وظيفة من الوظاف المشارع اليها. كل وظيفة مدنية بين في ذلك منصب لمنذوب السامي يسبوك منه. كل وظيفة عين او يختار لها الشخص الذي يشغلها بحكم القانون. كل من ضيء وظيفة مدنية. كل حاكم او فيصل في اي اجراءات. او قضية. بحيلة للتحكيم. بخرى من المحكمة او موافقتها او اي تشرية من التشرعات. يعني في قضايا المحكم بتحيلها لمراكز تحكيم. او بختار اتنين تلاتة محامين. هدولة برضو بياخدوا صفة مؤخة بصفة الموظف العام منوء الطعن. ما يجوز الطعن فيهم. انو اخدوا حكم المنظف. وتشبه هذه العبارة ايضا اي عضو من اعضال الجنس التحقيق. الشخص المناط به جميع الاشخاص كلها. كل رجل من رجال الدين اياه كانت الطافلين تمي. الذي يتمي اليها عند خيام بوشهر زواج مقبل. او بعقل زواج بحفظ سجل. حتى يعني المأدون. الشرعي يعني اللي بحك بكتب عاقتي سواك. الشخص المستخدم لدى السلطة بلدية مختار القرية كان مختار القرية زمان. وخص حق من وضف العام. المشرع المصري او الفقه المصري توسع اكثر. اا مستمدة من علة الباحة المتمثلة في يرات الشاتن كلافراد من رغابس الاشخاص. من الذين مرسوا اقتصاد دولة فيكشفهم عن اوشه الخلل. وذلك عندما عرف على انه كل شخص يباشر تبقى للقانون جزءا من اختصات الدولة. اي واحد يكون في شغلة. من اختصات الدولة يجوزك الطاعن فيه. اا بالرعن المادة واحد وتسعين يبدو المشرع تطلب الباحة القدس في هذه الحالة صفة معينة. ان يكون موظف عام. وهو امر المنتقد لان هذا القانون اختصار اختصر في باحة تبريد الخذف على الموظف العام دون امتداده الى الدمهضة يعني احنا بننتخذه. بنكون كان مفترض برضو باحة القذف في تناول اعمال تعين الصفة النيابية العامة. والمكلفين بخدمة كما فعل المشرع المصري. انه كل هدول يعني شغل له علاقة فمصالح البلد لازم يتعرضوا ايضا للنخذ. اما بالنسبة للقانون المطبخ في غزة. اختصر باحة القذفة على الموظفين العموميين. والمكلفين بالخدمة العامة حسب ما جاء بالفقرة. با من المادة ماتين وستة. ايه بمعنى انه لم يبرر القطر في حق اشخاص. دو الصفة النيابية شان وشان الخانون. المطبخ في الطفل الغربي. وهذا امر منتخذ لان جميع الحالات المدكورة تودي عمال تاتا همية. اجتماعية في المجتمع. يعني زي اعطاء في مجلس الشعب. لازم ننتقدها احنا. عشان نقدر نكشف عيوكم. وكشف انحرفاتهم لانه شغلهم بتعلق بمصلحة البلد. المخصود بين الصفة النيابية هما اعضاء المجلس النيابية العامة كاعضاء المجلس الشيعة وكما في مصر اعضاء مجلس الجعب والشورى او المحلية كاعضاء مجلس المحافظات والمدن والبلديات اه والبلدية والخلوية سواء كانوا منتخبين او معين. المخصود بالمكلف الخدمة العامة هو كل من تكلفه الدولة او واحدة الاشخاص الاعتبرين العامة بالخيام لحسابها بعمل عارض يتصل بالصالع العام كالخبير والحارس القضايا او المصفة. سواء كان بمقابل او دون مقابل. طيب الشرط التاني حتى تستفيد من الباحة يكون كلامك متعلق. اه بعمال الوظيفة الامية اشتره القانون. ان يتعلق الدم بواجبات الوظيفة او بسبب ما اجروا بحكمها او ما عزاهم من وقاع مكونا. بجريمة تستلزم العقاب وهذا الشرط صريحا جدا بالمادة. هنا يلاحظ انه لا مجال لباحة الدم الا في احدى الحالتين. الحالة الاولى. الدم المتعلق بالوظيفة قد استعمل المشرع في المادة دمية تبسي عبارة ان يكون الدم بسبب ما اجراه الموظف بحكم وظيفة. والدم المتعلق هو واجبات والدم المتعلق هو واجبات الوظيفة او من اجل ما اشراه بحكمها تعبيران المتعددان لمعنى واحد وهو ما اشترته القانون في خطاع غزة. حيث نصص صراحة المادة مات دين وسبعة. عليه وهذا ايضا ما اشترته المشرع المصري في الفقرة التانية. ولكن كما ذكرنا فان القانون الاخبات في غزة لم يختصوا لباح فقط. في لم يختصوا اللباح فقط. في في الخدف الموجهة لعمالي متعلق في وظيفة الموظف العام. بل وسع من حق اللباح حيث اضافة الى تبريغ اللباح في اعمال مكلفين بالخدمة العامة. اما المشرع المصري توسع اكتر حيث اضافة الى ذلك. المصري قلنا المصري. عجاس الغذف او الطعن في اعمال تعيين النيابة. لكن الفلسطيني ما اجازش الكلام هذا باختصار. اه قلنا لازم يكون الطعن اللي اخف وظيفته. الحياة الخاصة. اه ما الكاش علاقة فيها. والانسان العادي ملكاش فيه. اه لانها لات اه الحياة الحياة الخاصة لاي اي انسان موظف هو شخص على اللي تعني اه المجتمع. فالدم المنصب عليها يشكل جريمه لا يسمح للمتهم باجابة طلبه. يعني بجوزش اليك. وان احنا هناك بجوزك تطلب انك تثبت صحة كلامك. هي لما ممنوع تثبت كلامك. ممنوع اصلا تحكي في الموضوع. بيقول لان يا بدا تثبت لانه بهمهم مش. وبقولولك ما تحكيش في حياة الناس الخاصة. خل الناس كل واحد في حالة. مدام انا اه ايش لك علاقة في اه ايش لك علاقة في حياة الانسان الشخصية والعائلية. الا قلنا لكم يكون فيه رابط جوي بين الحياة الخاصة. ولا 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 اول عمل تماما. الفقه المصغال اه في هذا الموضوع حيث قالوا انه لا حياة الموظف الموظف جانبي. الاول جانب عام وهم يتعلق بعمل وظيفته ومهنت ومهنته ومهنته. وهذا الجانب من حق الجمهور ما عرفته لتأثيره على المصلحة العامة. ولذا اباح الخانون الطعن في الاعمال اللي تصل به. الجانب التاني جانب الخاصة ايه ما اتصل بحياته الشخصية باعتباره فردا عاديا. مدال دالك كل ما تعلق بدنظيم حياته العائلية كالزواج والطلاق تقول والله تستلم واحد وزير ولا وكيله طلق. اتجوز طلق. ايش لك فيه? انت اتجوز وطلق. ما متحكيش في الموضوع عنه. وعلى اخته بجران وامواله الخاصة ما الكاشف الموضيحات. وغير ذلك مما يدخل في حياته الخاصة والاصل اما هذا الجانب لا يهم الجمهور بالاساس بهم الجمهور. ومنتم لا يباح الطعن في الاعمال اللي التعلق فيه. ولكن التمييز بين اعمال الوظيفة. والشو نحياتها ليس امر السهل. احنا قلنا هذا الكلام من لون. لما يكون عدم الفصل صعب بشو سعب. يكون صعب التفرقة بين الاعمال اللي تعلقوا حياته الخاصة والاعمال اللي رئيس بصلة على صلاة غرامية بزوج مارسيه. والنهو بسبب ديه العلاقة حابا في في ترقيته. ترضيته متل هذا الطعن يتعلق الوظيفة العمية وبالتالي بالعام العام ومثال هذا ما يجوز لك ديه. اختشفت المثال يجوز لكن ما فيش علاقة بين حياته الخاصة وحياته العامة ممنوع تحكي. ومثال الاخر على الطعن المتصل في الوظيفة العامة الطعن على موظفة انه حصل على وظيفة عن طريق الرشمة. اما ما يغلب عليه الطاب الشخصي متل قول في حق شخص عام انه يراود خادمته خاذنبته على نفسه او انه كثير ما يصل خارج بيته الذي لا يتيه الا في الوقت الوقت المتخرم الليل هذا مش لازم تحكي فيه. طيب وقضت المحكمة النقط اللي حكم في هالموضيح هادي. واحد صحفي مت يعني اا كاتف الموضوع. لا مانة من اجتمال المخال الواحد وما يطرحه من رسم. وغيره على عبرات يكون غرض منها الدفاع عن المصلح الان ما واخر يكون القصد منها التشهير. مش مش كله لو كان المخال شامل على الشمتين. ولكن لمين الفصل في الموضوع. لمين الغلبة قلنا قبل هيك. والمحكم في هاد الحالة انت بين الخصدين. وتقدر ايهما كانت له الغلبة في نفس الطاعن. يعني انا في نفسه اشهر اكتر والله احكي عشان المصر العامة. ان كانت المحكمة عرفت او حست انه انت لا غرضك التشهير اكتر انت ايش مدان. لكن كان شوية وغرضك المصر الحامة انت براه. ولا محل للقول. ما ان حسن النية. حسن النية. يجب ان يقدم يقدم في كل احوال على ما بعده على ما بعده. ايه و الا 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 استطاع الكاتب تحت استطار. اه تحت استطار. اتفاع ظاهريا على المصر حما مزعومة ان ينام من كرامة الموظف العائل العمومي. وما اشياء اه دون ان ينال الخانون. يعاني. يعاني. مش لازم. نستقل الكلام بالتشهير. واستغلال هذا الشرط الاباحة. اه بالطعن في اعراض الناس. يبدو ان هناك جماعة في اباحة الطعن المتعلق. بالحياة. الخاصة بالخضر الذي يكون فيها صلة او ارطباط وامان وضيفة. معاما اينا التعرض لشؤون الموظف العائل الموظف. الخاص مبرا اذا كان لا علاقة بالامور العامة او تأثير. عليها بالخضر التي يستجعوكم ذلك الارطباط. بمعنى انه يشترط ان يكون بين الامور العامة والخصر الارطباط لا يخبر للتجزاء. وهذا ما نص عليه خانوم قطاع غزة. عندما خالق او تتعلق باخلاقه الشخصية. الخضر ما يظهر يعني واحد مسلا سكير. وبأثر الكلام هذا في الوظيفة. لا احكى عنه. يعني كان اوسع في المجال هذا. وكما جاء ايضا بالفقرة التانية بها. اذا كانت المادة المشهولة عبارة عن ابداء الرأي مثل الامتنين فيما يتعلق بالسلوك الشخص في اية مسألة عمومية او باخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر اطرافه ذلك السلوك. وبكسد سلوك العمومي. يعني لو كانت اخلاقه الشخصية سيئة اللي درجة بتأتر في المسألة العمومية احكي. بتأترش ممنوع. ها مباح لك. يعني واحد مثلا شيخ او امام مسجد. بحكي على كلام كويس منه لكن هو سكير ومطعات ومخضرات ومخضرات لا احكي في قصته. فهو تشدين من الاشارة فانه يجوز الطائم في اعمال موظف او من في حكمه او اشخاص بصف النيابيين او بعد خروجه او انتها المهمة. متى كانت الاعمال المطعون فيها ترجع لعهد قدمته العقومية. يعني انت واحد خلص من الوظيف خلص من من عضوية منجلس الشعب لكن كتابت عنه لكن كتابت عنه مش في الفترة الحالية كتابت عنه في في شغل كانت ايام فترته يجوز الحالة التانية دم المكون لجه الدم الدم المكون للجريمة حسب المادة مئة وتنسعين فانه برر الدم ضد الموظف العام حتى لو لم يكن هذا الدم متعلقا بواجبات الوظيفة وانما كان مشكلا جريمة جريمة تستلزم الاعظام قانونيا في حالة تبوتها وعلت ذلك ان من حق المجتمع ان يعلم بشراب الذي يرتكبها الموظف العام ومعرفة الاجراءات التي تتخذ ضده من خبل اجزاءات المختصة وهذه مصلح ترجع على حق الموظف المبلغ ضده وتضرح اهمية هذه المصلحة اذا كانت الجريمة كانت جريمة اخفيت عن نجات المسؤولة ولم يتم معرفتها الا عبر الدم ولا فرق بين ما يكون مع زهر المتهم بالدم الى الموظف مشكلا جريمة جزائية او تعذيبية لان النص جاء مطلقا ولمطلق على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده يعني مش بالضرورة تكون جريمة جنائية وبينفع تكون اا ادارية اوائية مدنية اوائية جريمة طيب احنا نستكفي الوقت المحاضرة انتهى وسنكمل ان شاء الله في المحاضرة الاخيرة موضوع شروط الاباحة في الموظف العام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته